الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض تقرير حول أبرز الجهود اللي قامت بيها هيئة الدواء في عامها الأول وقال الدكتور مدبولي أنه الهيئة حققت إنجاز كبير خاصة لأنها ببساطة بدأت عملها في وقت صعب جداً يتعلق بإنشار فيروس كورونا وقدرت أنها تاخد خطوات مهمة جداً لتحقيق الأمن الدوائي وأيضاً توطين الصناعات الدوائية الحديثة وكمان رفع التنافسية العالمية للمستحضرات والمستلزمات الطبية المصرية وخلال الاجتماع أيضاً تم التأكيد على أن الهيئة وقعت سبع بروتوكولات تعاون مع شركات عالمية وأيضاً إطلاق مبادرتين لدعم التصدير وتحقيق الاستخدام الآمن للدوائي